ازاي اعرف ان انا ماشي على الطريق الصحيح في طريق الشفاء من الانزلاق الغضروفة كل مرحلة من مراحل العلاج بيبقى عندنا اوبجيكتف معين او هدف معين عايزين نوصله في المراحل الاولى من ظهور الاعراض الهدف في العلاج من الاسبوع او الاسبوعين الاوليين هو استعادة بس القدرة على الحركة خارج السرير حركة خارج الكرسي بعدين حركة خارج المنزل يبقى انا ببدأ استعيد الحركة تدريجيا في المراحل اللاحقة ببدأ اشتغل على استعادة الوظائف الحركية الكاملة خارج المنزل وظائف اقدر يعني ارجع للحالة الطبيعية بتاعت الشغل ابدأ ادي الوظائف الحقيقي يومية طبيعية بتاعتي مرورا بالمراحل النهائية المفروض بعد ما ينتهي العلاج ان انا اقدر استعيد كامل النشاط حتى لو فيه نشاط رياضي او نشاط يعني خارج النشاط اليومي الطبيعي البسيط بتاعي ان انا استعيد هذه النشاطات مرة اخرى فهي دي علامات الشفاء وقبل الكلام ده كله لازم نتطمن على انه ما فيش اي اعراض تعمل قصور يدل على ان فيه خلل في الاعصاب يعني لو فيه ضعف في الحركة او ضعف في الاحساس او عدم قدرة على تحكم في احد مناطق الحركة في الايد او في الرجلة حسب مكان الانزلاق الغدروفي فين هي دي اول حاجة لازم ندور عليها ونستعيدها في الفترة الاولى وبعد كده نبدأ نستعيد الوظائف الحركة كادريجيا وده لما بنستعيده بيبقى مصاحب بنزول للألم الانزلاق الغدروفي موضوع الحقيقة معقدة ومصحوب بتغيرات كتير قوي في العضلات وفي الاعصاب وفي الاربطة اللي ما بين العمود الفقري احنا ساعات الالم اكيد اختبار صعب ولكن احنا بنبقى ساعات يعني عندنا طوعات ان الاعراض بتزول نهائيا في وقت قصير جدا لكن الحياة رحلة العلاج من الانزلاق الغدروفي باي طريقة من الطرق حتى الطرق اللي فيها تدخل هي رحلة طويلة فيها مراحل بالحوار والفهم الجيد بين الطبيب والمريض نقدر نعرف احنا هدفنا في كل مرحلة من مراحل العلاج ان احنا نسيطر على انهي مجموعة من العوارض اللي موجودة عندنا وبعدين ننتقل منها الى المرحلة التالية لحد ما نوصل ان شاء الله الى زوال الاعراض ان شاء الله بالكامل ودي نقطة برضو عايز اقول عليها زوال الاعراض واستعادة الوظيفة يعني النشاط اليومي بتاعنا هو ده الهدف حتى لو التغيرات الفيزيكال اللي موجودة فيه الهضروف بتظل موجودة بطبيعة الحال وبنقدر نشوفها في الاشعاعات ومع التحميل الزائد ممكن تظهر الاعراض مرة تانية ولكن هدفنا هو ان في حدود الحركة الطبيعية وفي الحياة اليومية الطبيعية بتاعتي اقدر مارسها بشكل طبيعي هي دي الكريتيريا اللي بنقدر نقول بناء عليها ان احنا وصلنا الى ان شاء الله مرحلة الشفاء من اعراض الانزلاخ الوظروفي عشان نعرف معلومات اكتر عن الانزلاخ الوظروفي ومشاكل العمود الفقري تابعونا في الحلقات اللي جاية خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة